اشتركوا في القناة اللي لها علاقة باستغلال عامل الوقت وخلي بالي من وقت ايه بالزبطة طيب خلينا الاول نتكلم على فكرة استغلال عامل الوقت مبدئيا انت لازم تستغل كتير اول 11 يوم في الطاقة المهنية انك حاول كتير انك تتقدم في الامور المهنية تخلص اوراق تخلص التزامات مهنية ان انت تحاول النجاح تحاول ان انت تتقدم اكثر فاكثر لان التقدم او السعي بيجيب تقدم بشكل كتير قوي معاك جدا خلال اول 11 يوم بالاخص انت بالنسبة لك يوم 3 و 4 يومين حلوين كتير قوي قوي في الفاترة دي لكن المهم انت بالنسبة لك عندك لازم انك تستغل الفترة دي جدا لان الشمس تدعمك بالطاقة قوي بيدعمك بتسلط الاضواق عليك اللي بتديلك نوع من انواع التشجيع العالي جدا النقطة التانية يا برج الحمل هي ان فيه اشخاص هيكونوا بيساعدوك كتير في الاطار المهني والحظ هيكون حليفة كتير في الاطار المهني امتا اول 11 يوم طيب النقطة التانية وهي ان انت لازم بالفعل برضو تستغل الطاقة المتواجدة من الشمس ان لها علاقة بي انها بتدعمك جدا بتديلك تشجيع بتديلك قوة بتديلك اراضة عالية لكن كمان بتديلك نجومية يعني لو انت شخص بتميل الى الشهرة وقت حلو جدا جدا انك تتشهر وقت حلو قوي انك انت تتشهر بقى ممكن يكون شهرة لها علاقة بمجال فنون او مجالة ابداعية لكن كمان ممكن تتشهر في مجالك في عملك في شركتك في نظام حياتك بيه التميز بيه ان انت افضل بيه ان انت المفروض انك تترقى بيه شهادة تأدير تحصل عليها فاذا عندك الاجواء المتعلقة بكده جدا بايه بالسعي لان عندك طاقة ايجابية مدعوم بيها طيب النقطة التانية اللي لازم تكون واخد بالك كتير بقى منها ان انت ما تحكيش خيرك لحده اه ده فعلا جدا جدا حاولوا كتير ان انت لما يبقى عندك حاجة خيرة او حاجة كويسة او حاجة تفرح ما قولهاش ليه لان بالفعل يا برج الحمل انت عندك مجموعة من الافراح المنظورة انت حياتك كلها منظورة يا برج الحمل للأسف الشديد اللي بيكون ناظر لحياتك وما الاشخاص اللي هم عارفين حياتك اللي لهم داخل بامورك الحياتية عشان كده يا برج الحمل حاول كتير انك تتجنب تتجنب انك تحكي خيرك لحد تحكي ايجابيات لحد تحكي انتصارات لحد تحكي حصولك على شيء متميز او فرحة قادمة ليك الا لما تم الا لما تم طيب ده بالنسبة ليه النقطة دي جدا لان انت بالنسبة لك كمان كوكب الزهرة اللي موجود اول خمس ايام في برج الدلو وبعدين بيروح لبرج الحد طبعا انت الوضع العاطفي اول خمس ايام اذا كنت عايز تعترف ليه الحبيب بمشاعرك او بحب او تتخذ امر ما يخص اتفاق فهيكون اول خمس ايام حلوين جدا جدا بالاخص يوم ثلاثة ويوم اربعة يوم ثلاثة ويوم اربعة هيبقوا حلوين كتير بالنسبة لك اما غير كده هيكون بعد يوم خمسة كوكب الزهرة موجود في المنزل الاثناشر بالنسبة لك منزل عدوات فهيكون فيه صعوبات عاطفية شوية لازم هنا هتخلي بالك من بعد يوم خمسة من الخلافات العاطفية والمناقشات الاكثر حدة وتخلي بالك من فكرة ان انت تكون عندك الغرور شوية انك تتسم بيه او تتسمي بيه خلي بالكم كتير من تدخل اطراف عائلية في الامور العاطفية اطراف عائلية سواء من جانبك او من جانب الشخص اللي هو الطرف الاخر بالنسبة لك لازم اخلي بالي كويس اوي اني محدش يتدخل في شؤون العاطفية وابتعد عن علاقات الطرف التالت قدر الامكان او اي علاقة عايزة انها تبقى ههول لها لا خلي بالكم كتير ان احنا نبعدها خالص عننا ليه لانها تكون امر مصار للمشاكل طيب بالنسبة برضو لحاجة تانية كتير مهمة جدا لان من بعد يوم 14 بيزداد الامر حدة وخلافات سواء امور عاطفية سواء امور عائلية بسبب المريخ اللي هيكون موجود في برج الحود وهنا بيزداد طاقة تهور بالنسبة لك وبتزداد انت طاقة عدائية بمعنى ان انا هبقى عايز مركز في وضعي المهني قوي مركز في مستقبلي جدا مركز في نفسي قوي فاي حد بالنسبة لك هيكون عنده متطلبات هتلاقي نفسك ان انت بتعتبر هذه المتطلبات كنوع من انواع التقلة او نوع من انواع الحمل الغير مرغوب فيه حاول على قد ما تقدر يا برج الحمل انك تكون على علم بشكل كتير قوي زي ما انت ليك متطلبات بتنفذ برضو الطرف الاخر برضو هيكون ليه متطلبات عليك بقدر عالي فاذا حاول ان انت تكون متقبل هذا الامر جدا النقطة التانية انك تبتعد عن العصبية عن التهور عن التهور بالكلام اللي ممكن يدايق الشخص الاخر حاول كتير ان انت تكون اكثر حرصة على مشاعر الاخرين خلال الفترة دي اللي هي من امتى اللي هي من بعد يوم 14 طيب بالنسبة كمان لحاجة تانية كتير مهمة جدا وهي الوضع العقلي حاولوا كتير ان انت تكونوا اكثر اهتمام بالاهل بالاهل الاحباب المتقربين بالنسبة لكم في ان احنا يبقى عندنا حالة ود تواصل اتصالات يبقى فيه عندنا دايما يبقى فيه خط ما بينك وما بين الاخرين حاولوا كتير ان انتوا ما تقطعوش زي عارفين فكرة ما اقطعشوا سلة الرحم دي مهمة جدا جدا بس الفكرة كلها عندك اشخاص سلبيين اشخاص بيتدخلوا في شؤونك وانت رافض دا يبقى ايزا علي ان انا اكون قريب من الناس دي بس بدون الدخول في اسرار او الدخول في امور شخصية مهم جدا ان انت تتبع عزل اسلوب جدا يا برج الحمل ليه بقول لكم دا لان الوضع العائلي والترابطات العائلية دي حاجة بتدعمكم جدا نفسيا وبتكونوا مبسوطين جدا جدا بيها لكن الفكرة فيه اللي بتدايقك فعليا هي الدخول في امورك الحياتية او الدخول في مطالبك او الدخول في الحاجات اللي انت خططك فيها في افكارك فده اكتر شيء بيديقك طب ليه ان انا اقول افكاري وليه اقول خططي وليه اقول خطواتي فاذا حاولوا كتير ان انتو ما تعلنوش عن خططكم 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 خطواتكم ما تعلنوش عن اسراركم قدر الامكان طب فيه حاجة كتير مهمة جدا عايزة برضا اوضح لكم انتو تعتبروا من اكتر الابراج المحسودين يعني رقم واحد الابراج المحسودة اصلا برج الحمل طبعا لان الشمس موجودة عندك والاضواق تتصلك نحوك وكمان كوكب الزهرة موجود في المنزل الاثنشر يعني ععداء كتير متربسين كمان لان فيه حاجة انا حذرت اه من ان الوضع العاطفي بالنسبة لك عشان هو يبقى ممكن يكون فيه خلافات وي وي لكن البعض الاخر منكم علاقاتهم العاطفية خاصة لو انتم مرتبسين بابراج زي الابراج الهوائية هيبقى فيه حالة من الحب حالة من المشاعر الجيدة اللي بتكون منظورة وبتكون بيحصل فيها تدخل من الاخرين فتصاب العلاقة بامور غير سليمة او غير صحيحة بتصاب ب عقبات وامور مش لذيذة فاذا لازم اخلي بالي من الحسد وخلي بالي من الطاقة السلبية وخلي بالي من الاشخاص النظرين لنظرة سلبية فعليك ان انت تكون اكثر حذر من الحسد من الطاقة السلبية يعني يعمل ليه يعني مقولش اصرار لحد مقولش اجبيات لحد مش ضروري ان انا اعلن ان انا عايش حالة حب عميقة ولذيذة ومفيش منها اتنين حاولوا كتير ان انتم تبقوا بتداروا على نفسكم جدا يا برج الميزان يا برج الحمل طيب بالنسبة كمان يا برج الحمل ليه نصيحة تانية كتير مهمة جدا وهي انت بالنسبة لك كوكب المريخ الموجود اول 13 يوم في برج الدلو ده بيفيدك كتير بقصرة الحركة وقصرة النشاط والطاقة اكتر بيديلك نوع من انواع الترابط مع الاصدقاء وتعمل روابط كتير قوية وعلاقات كتير قوية من الاصدقاء فاذا وقت حلو جدا للسعي اكتر اللي هو النص الاول برضو زي ما قلت لكم الوضع المهني هو حلو كتير اول 11 يوم كمان المساند بالنسبة لك ان يكون الدلو والكوكب المريخ موجود في برج الدلو بس استغل كمان الوقت ده في توطيد العلاقات مع الاصدقاء هيكون عندك تكوين علاقات صداقة جيدة جدا جدا عندك روابط صداقة متميزة يمكن كمان تتحسد عليها لان هم عارف الاصدقاء اللي بجد كده الاصدقاء الجدعين والموازين عندك ده جدا عندك تصالحات مع اصدقاء زمان يعني بترجع لاصحاب زمان عندك ان انت بتصلح علاقات فاذا الاجواء دي لطيفة كتير طب حلو لكن كمان عندي فرصة ان انا اعمل ده يعني ايه يعني في فرصة كتير حلوة ان انت تعمل توطيد علاقات صداقة وقت حلو جدا ان انت تتواصل مع اصدقاء زمان وقت حلو جدا ان انت تقرب ما بينك وما بين صديق مثلا او في بابينك وبابينه خلافات وقت حلو ان احنا نصلح الخلافات دي فاذا انت عندك الوقت ده حلو كده جدا جدا وبيحصل فيه ده ان انت سعيد ان انت اديت الفرصة لهذا الامر ده كان بعض النصايح الموجودة بالنسبة لك كلال شهر ابريل زي ما قلتلكم قبل كده ان احنا عندنا شهر قد ايه هو ايجابي ولكن فيه عمليات فروق وقتية فيه حاجات بتساندنا زي ان يكون يعني لحد بس لما كوكب الزهرة يروح في برج الحود ده يدايقنا شوية بيعمل لنا بعض المعاكسات بالنسبة لي كوكب المريخ ان من يوم 14 يكون موجود في برج الحود ده برضو يدايقنا في بعض الامور بيخلي فيه تهور وعصبية وضغط وده احنا حذرنا منه بقدر كافي عامة انا مش عارز اطول عليكم اكتر من كده ولكن بتمنى كتير ان انتو اتخذوا بالكم من النصايح اللي اتكلمنا عنها لان لها اهمية كتيرة جدا جدا قوية للحفاظ على الايجابية والبعد عن اي امر سلبي فبالتالي الشهر بالنسبة لنا بيمشي لذيذة بشكركم جدا وبتمنى كتير ان اكون في التوكم ما تنسوش لايك وشير وشراك في قناة تفعيل الجرس سلام